أكثروا من حسبنا الله ونعم الوكيل وتأمل قول الحق جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فإيه؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الجائزة المعجلة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء علاجات الخوف والفزع والاضطراب والهلع في زماننا زمن الخوف والقلق العلاج هو أن تلوذ بجناب الله وأن يكون الله حسبك وسندك وكافيك ومن كان الله حسبه فوالله إن هذا العظيم كل القوى في العالم تحت قوة الله بل إنهم لن يصلوا إليك إلا بمشيئته وإرادته حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليل إبراهيم عليه السلام وهو في الهواء وأمامه النار والملائكة حوله تريد نصرته بأمر الله فيتخلى عن الجميع ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل فكانت النار بردا وسلاما همومك غمومك آلامك حزنك مخاوفك قلقك يكون بردا وسلاما هب لي إيمانا كإيمان إبراهيم أنبت لك جنانا في الجحيم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة